لا مكان للتنفس بحرية والشعور بالأمان سوى ساحات التظاهر فهي صورة العراق المنشود الخالي من سلطة الفساد وقمع الميليشيات وحتى هذه الساحات في كثير من الأحيان يتعكر صفو هوائها بدخان القنابل ويقلب أمانها خوفا رصاص الميليشيات والقوات الحكومية خارج حدود ساحات التظاهر يتربص القناصة وفرق الموت الملثمة بالمتظاهرين لا سيما الناشطين منهم فكم من صحفي قتلوه وناشط خطفوه أو اغتالوا عائلته وأحرقوا منزله كذلك لا ينجو الناشطون من حملات تشويه وتضليل حيث تستهدفهم أبواق الحكومة والذباب الإلكتروني للميليشيات مصادر ميدانية تؤكد أن بغداد حصلت على أعلى نسبة من الاغتيالات كونها مركز التظاهرات ولكثرة عدد المشاركين فيها تليها الناصرية فالبصرة وكربلاء والنجف وميسان ليس القتل المباشر هو الطريقة المتبعة في اغتيال الناشطين فقط ثم تطرق أخرى تتفنن بها هذه الفرق المنظمة والمدربة لعمليات الاغتيال حيث لا يتورع القتلة عن اقتحام منازل المستهدفين لتصفيتهم أو استدراجهم إلى أماكن معينة لتعذيبهم أولا وتشويه أجسادهم ثم قتلهم ورميهم أمام منازلهم مع رسائل تهديد ووعيد لكل المتظاهرين فرق تصفية الناشطين تعمل بشكل منظم إذ أنها أعدت قوائم بأسماء أبرز الناشطين الذين يملكون القدرة على تحشيد الشارع وتنسيق حركة المتظاهرين من شارع إلى آخر وكتابة الشعارات وبث الحماسة في نفوس الأهالي بشكل علني تستخدم عصابات اغتيال الناشطين سيارات الحكومة وأسلحتها ومعداتها والهويات الخاصة للمرور عبر نقاط التفتيش وبتواطئ واضح بل وبتنسيق مع وزارة الداخلية وكبار المسؤولين فيها طرق الاغتيال وأساليب القتل مأخوذة من الباسج الإيراني الذي يملك خبرة طويلة في قمع أي حراك ضد النظام الدموي تلك التجربة نفسها تستنسخ بالعراق ممثلة بباسج جدد وبوجوه تتقنع بالملامح العراقية والعراق منها براء